يحرث أبو أحمد بستانه لزراعة فسائل النخيل بعد موت المعمر من أشجاره هنا في قرى خرنابات حيث تشتغر بأجود أنواع التمور تراجع الإنتاج بالنسبة 70% فجفاف نهر الديالة أدى إلى موت أغلبها ودن جدد ماكو دن جدد لهذا لأن هذا منتهي باعتبار وعدنا باقي البساتين أعلى من هذا النخل هم تجددنا الفسائل بها وإن شاء الله أما البلد يجينا مي المشكلتنا العطش يتجاوز عمر هذا البستان مئة عام وتعتبر من أهم معالم المحافظة غير أن الجفاف يهددها بالزوالي وخسارة المحافظة ما يقرب من مئة ألف طن من التمور كانت تغذي أغلب المحافظات العراقية أكثر شيء عندنا بالعراق وكان من أرقى دول العالم وأكثر انتاجة للتمور وتمور كمية ونوعية مع الأسف بالسنين الأخيرة تعرضت النخلة إلى هجمات شرسة أخطرها كان العطش اللي صاب النخل عدنا نخل معمر أمره أكثر من مئة سنة بسبب العطش والظروف البيئية اللي صارت هو من النخل مات تقدر مساحات البساتين في ديالة بمائة واربعة وثلاثين ألف دونام مساحات زراعية كبيرة تواجه أخطر موسم زراعي في تاريخها فبحيرة حمرين تراجع مخزونها إلى أقل من عشرة بالمئة خطر كبير يحيق بهذه البساتين خصوصا أن البحيرة مصدر المياه الوحيد لتلك البساتين موسم هذا اللي قادم علينا أعتقد التأثيرات راح تكون أكبر احنا عدنا مئة وثلاثين ألف دونام بساتين هذه البساتين يعني مرحلتها كلش حرجة يعني احنا الخطة الزراعية راح نعتمد فقط على أيسر دجلة وأيسر العظيم لكن أسفل بحيرة حمرين الوضع خضر جدا توقفت معامل التمور في ديالة منذ سنوات ولا بوادر لإعادة الحياة للإنتاج المحلية ودعم الفلاح العراقية وقد لا تصمد هذه النخيلة طويلة فالجفاف بدأ أشد من عزيمتها على البقاء على قيد الحياة في بلاد الرافدين من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر